بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي طلاب الصف السادس الابتدائي أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الفقه وهو الدرس السادس من دروس الوحدة التاسعة وهو بعنوان صفة الحج انتهينا شباب في الدرس السابق من دراسة صفة العمرة اليوم بإذن الله سوف نتعلم كيف أقوم بأداء فريضة الحج وصفة الحج أولا شباب تبدأ أعمال الحج من اليوم الثامن من ذي الحجة عندك شباب شهر الحج كما تعلمنا تبدأ الأعمال الحج الأساسية فيه هو شهر ذي الحج شهر ذو الحج والأعمال يا شباب تبدأ في أي يوم من هذا الشهر تبدأ في اليوم الثامن يعني يوم ثمانية من ذي الحجة يوم ثمانية من ذي الحجة وينتهي آخرها في اليوم الثالث عشر وهذا بيانها حسب الأيام يبقى عندي يا شباب شهر ذي الحجة تبدأ أعمال الحج من يوم ثمانية إلى يوم ثلاثة عشر من يوم ثمانية إلى يوم ثلاثة عشر من ذي الحجة نبدأ بأعمال اليوم الثامن أول يوم أول يوم عندي هو اليوم الثامن منذي الحج في هذا اليوم شباب هذا هو أول أيام الحج ويشرع فيه ما يأتي ماذا أفعل في هذا اليوم الشباب وهو يوم ثمانية الحجة أول شيء عندي الإحرام بالحج مع تطبيق مسنونات الإحرام ألبس الإحرام وأنوي شباب أداء فرضة الحج وأبدأ بتطبيق مسنونات الإحرام مسلنات الإحرام تعلمناها في الدرس السابق وهي الإختسال قبل الإحرام تطيب الرجل في بدنه الرجل يتطيب في بدنه الإحرام بعد الصلاة يعني أصلي وألبس ملابس الإحرام إحرام الرجل في إزار ورداء أبيضين ونعلي يعني الرجل الشباب يلبس الإزار والرداء الأبيض كما نعلم جميعا ونعلي والمرأة تلبس ما شاءت أي شيء ولكن بدون زينة ولا تتطيب ولا تنتقب ولا تلبس القفازين وتغطي وجهها وكفيها عند الرجال غير المحارم لها هذا طبعا أو هذه طبعا هي السنن التي أفعلها أول شيء يوم ثمانية من ذي الحج وهي مسلنات الإحرام السنن الإحرام بعد ذلك أتوجه إلى ميناء أتوجه إلى ميناء رقم اثنين عندك أتوجه إلى منطقة ميناء في مكة وأقوم بصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فيها يعني أقوم بأداء الصلوات كاملة في هذا اليوم في ميناء يوم ثمانية من ذي الحج كل الصلاة في وقتها يعني الظهر في الظهر والعصر في العصر والمغرب في المغرب والعشاء في العشاء ما في تقديم للصلاوات ما في جمع للصلاوات ولا أي شيء ولكن يا شباب هناك قصر الصلاوات الرباعية قصر الصلاوات الرباعية وتعلمنا في الصف الخامس الابتدائي قصر الصلاة أي قصر الصلاة يعني أصلي الصلاة الرباعية ركعتين بدل من أربع ركعات أصليها ركعتين فأصليها ركعتين طيب إيش هي الصلاوات الرباعية الصلاة الرباعية هي الظهر والعصر والعشاء الظهر والعصر والعشاء كل هذا في اليوم الثامن انتهينا من اليوم الثامن ننتقل بعد ذلك إلى أعمال اليوم التاسع أعمال اليوم التاسع أتوجه يا شباب بعد ذلك في يوم أو اليوم التاسع منذ الحجة وهو يوم عرفة هذا اليوم الشباب يسمى بيوم عرفة وهو أهم يوم من أيام الحج وأهم شيء في أعمال الحج وهو يوم عرفة أتوجه بعد طلوع الشمس إلى عرفة كما ترى في الصورة عندك رقم واحد أتوجه بعد طلوع الشمس في بداية يوم تسعة إلى منطقة عرفة رقم اثنين عندك أصلي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم أصلي الظهر أدلس طبعا بعد طلوع الشمس في الصورة الأولى في منطقة عرفة أدعو الله وأستغفر إلى صلاة الظهر عندك في الصورة رقم اثنين إلى صلاة الظهر أبدأ أصلي الظهر وأصلي العصر قصرا وجمع تقديم يعني إيش قصرا يعني إيش جمع تقديم قصرا يعني أصلي الظهر رقعتين والعصر أصليه رقعتين بدلا من أربع رقعات وجمع تقديم يعني أصلي العصر بعد الظهر على طول مباشرة ما أنتظر العصر لا أصلي العصر بعد الظهر مباشرة ركعتين الظهر ثم ركعتين العصر رقم ثلاثة بعد أن أنتهي من صلاة الظهر والعصر أجبعهم مع بعض وقصرا أذهب يا شباب أو أتفرخ بعد ذلك بعد الصلاة للذكر والدعاء والتلبية كما طرع عندك في الصورة رقم ثلاثة أذكر الله سبحانه وتعالى وأدعو الله بما شئت وتلبية لبيك اللهم لبيك مع استقبال القبلة يعني أتجه ناحلة القبلة ورفع اليدين طيب إلى متى يستمر هذا إلى غروب الشمس حتى تغروب الشمس رقم أربعة التوجه بعد غروب الشمس إلى مزدلفة خلاص أنا كده انتهيت أو اليوم التاسع أو شك على الانتهاء ماذا أفعل؟ بعد غروب الشمس في منطقة عرفة أتوجه إلى منطقة مزدلفة في الصورة عندك رقم أربعة أتوجه إلى منطقة مزدلفة مع التلبية مع التلبية وتصلي فيها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين طبعا أنا صليت الظهر والعصر في عرفة وغربة الشمس أذهب بعد ذلك إلى مزدلفة أصلي فيها المغرب ثلاثة ركعات كما هو لأن المغرب ليس فيه قصر يعني ثلاثة ركعات ما أنقص فيهم شيء كما هو أما العشاء شباب أصليها كاما ركعتين أين هذا الكلام؟ في مزدلفة ثم المبيت فيها أبيت في منطقة مزدلفة أبيت فيها شباب حتى يطلع الفجر أبيت في منطقة مزدلفة حتى يطلع الفجر نشاط واحد أكتب كلمة مختصرة عن فضل يوم عرفة وألقيها في الفصل طبعا يا شباب يوم عرفة هذا يوم عظيم ويوم شهود في الحج ومن أهم الأيام يوم عرفة يوم عظيم يوم تغفر فيه الزلات وتجاب فيه الدعوات ويباهي الله سبحانه وتعالى بأهل الموقف أهل السماوات وصيامه لغير الحاج يكفر السنة إذن الشباب في هذا اليوم الله سبحانه وتعالى يباهي الله سبحانه وتعالى الملائكة ويقول لهم انظروا إلى عبادي انظروا إلى عبادي وطبعا صيام هذا اليوم لغير الحاج يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها يكفر سنتين يا شباب أي شخص يصوم في هذا اليوم يوم عرفة الله سبحانه وتعالى يكفر له سنتين سنة سابقة والسنة التي يعيش فيها طبعا هذا بالنسبة للشخص الذي لم يحج يعني شخص عادي مثلنا ما حج هذا العام مثلا وصام يوم عرفة الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوب سنتين وهو أكثر يوم يعتق أو يعتق الله سبحانه وتعالى فيه العباد من النار أنتقل بعد ذلك إلى أعمال اليوم العاشر طبعا يا شباب انتهينا من اليوم التاسع وهو يوم عرفة أبدأ في اليوم العاشر وطبعا كلنا نعرف يا شباب ونعلم أن يوم العاشر اليوم العاشر هو إيش هو يوم العيد يوم عشرة من ذي الحجة هو يوم العيد عيد الأطحى أول شيء أفعل فيها اليوم العاشر عندك في الصورة رقم واحد صلاة الفجر في مزدلفة طبعا إحنا في اليوم التاسع ما زلنا في مزدلفة ما زلنا في مزدلفة يبدأ اليوم العاشر أصلي الفجر في منطقة مزدلفة صلي الفجر في منطقة مزدلفة ثم التفرغ للذكر والدعاء أبدأ بعد صلاة الفجر أذكر الله سبحانه وتعالى وأدعو الله بما شئت الصور عندك رقم 2 أبدأ التحرك من مزدلفة إلى ميناء قبل طلوع الشمس التوجه قبل طلوع الشمس إلى منطقة ميناء توجه قبل طلوع الشمس إلى منطقة ميناء بعد ذلك في منطقة ميناء هناك الجمرات هناك الجمرات طبعا يعني من من سمعنا الجمرات ورمي الجمرات رقم 3 عندك الذهاب إلى جمرة العقبة جمرة العقبة عند الوصول إلى ميناء ورميها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى والتكبير مع كل حصة طبعا الشباب ركز عندك في الصورة اليد التي تحمل الحصبات هذه طبعا عددها سبعة كما حصا عندك سبعة حصوات هذه الحصوات يا شباب أقوم برميها كل حصا خلف الأخر يعني أرمي الأولى ثم الثانية على إيش على إبليس عليه لعنة الله كما ترى في الصورة وهذا تسمى الجمر الكبرى الجمر الكبرى ومع كل حصا يا شباب أكبر ألقي الحصا وأكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر انتهيت من رمي الجمرات بعد ذلك الصورة رقم أربع عندك أبدأ بذبحة أبدأ بإيش الشباب بالذبحة زبح الهدية والهدي هو ما يذبحه الحاج من بهيمة الأنعام مثل الإبل أو البقر أو الغنم تقربا إلى الله تعالى بعد شباب رمي الجمرات أبدأ بذبح الهدي إيش هو الهدي الهدي هو أي شيء من بهيمة الأنعام سواء كان إبل أو بقر أو غنم وطبعا كل هذا إيش تقربا إلى الله سبحانه وتعالى كما ترى في الصورة عندك الإبل والبقر والغنم ننتقل بعد ذلك يا شباب إلى رقم خمسة بعد الذبحة أقوم بحلق الرأس الرجل يحلق الرجل رأسه أو يقصره يعني تحلق شعر رأسك أو تقصر ولكن زي ما قلنا يا شباب في العمرة الحلق طبعا أفضل من إيش أفضل من التقصير يعني يفضل للرجل أنه يحلق رأسه كما ترى في الصورة عندك بالشفرة حلاقة كاملة حلاقة كاملة بالشفرة أفضل من التقصير يجوز التقصير ولكن الحلاقة أفضل ثم يلبس ثيابه ويتطيب خلاص تلبس ملابسك وتضع الطيب والعطور وكل شيء أما المرأة ماذا تفعل؟ هل تقوم بقص شعرها؟ لا، المرأة تقصر الشعر فقط تقوم بتقصير شعرها فقط ولا تقص الشعر لا تحلق مثل الرجل ولكن تقصر رقم ستة النزول إلى مكة بعد ذلك بعد أن انتهيت من الحلق أذهب إلى مكة أنزل إلى مكة وأطوف بالبيت أطوف بالبيت كما ترى عندك في الصورة أطوف حول الكعبة سبع مرات أو سبع أشواط وهو يسمى بطواف الإفاضة طواف ماذا؟ طواف الإفاضة وهو طواف الحج والسعي بين الصفة والمروة بعد ذلك يا شباب بعد أن أنتهي من الطواف حول الكعبة سبع مرات أقوم بالسعي بين الصفة والمروة وركز عندك في الصورة عندك على الإسار جبل الصفة وتحتها جبل المروة أبدأ بالسعي سبع أشواط كما فعلت بالطواف حول الكعبة سبع أشواط أبدأ من عند الصفة جبل الصفة إلى جبل المروة سبع مرات بعد ذلك يا شباب ننتقل إلى نشاط رقم 2 أبين الحكمة من مشروعية الهدي يعني لماذا جعل الله سبحانه وتعالى الهدي أو الذبح لماذا؟ ليش؟ الله سبحانه وتعالى يا شباب فرض الله عز وجل على المتمتع والقارن ذبح الهدي وخذنا قبل كده عنيش متمتع وقارن ذبح الهدي لماذا؟ لكي يشكر الله سبحانه وتعالى على أن يصر لهما تأدية النسكين الحج والعمرة في سفر واحد يشكر الله لأنه أدى الحج وأدى العمرة في سفر واحد ترتيب أعمال يوم العيد أعمال يوم العيد طبعا يا شباب السنة هذه الأعمال التي تكلمنا عنها الآن من السنة أن تقوم بعمل هذه الأعمال مرتبة يعني ممكن واحد يقولك أحلق الأول ولا أذبح الأول ولا مدري إيش لا طبعا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقوم بهذه الأعمال مرتبة ولكن يجوز إذا قدمت بعضها على الأخرى يعني ممكن واحد يذبح الأول وعدين يحلق وممكن يحلق وعدين يذبح ما في مشكلة يجوز كل ذلك ولكن من السنة أو الأفضل أن ترتب هذه الأعمال من الأفضل أن ترتب هذه الأعمال إذن ترتيب أعمال يوم العيد السنة ترتيب أعمال يوم العيد على النحو السابق ذكره فإن قدم بعضها على بعض جازة يعني يجوز تقدم بعض هذه الأعمال على بعض ما فيها أي إشكالية والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج وبذلك يا شباب نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله نبدأ في الأسبوع القادم بأعمال اليوم الحادي عشر نركز على هذه الجزئية لأن أعمال الحج طبعا كثيرة وتحتاج إلى تركيز فيجب علينا أن نركز على هذه الجزئية التي تعلمناها اليوم وإن شاء الله في الحس القادمة نبدأ في أعمال اليوم الحادي عشر يوم حداشر ماذا أفعل وبذلك نكون انتهينا ونشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر